أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين ورقتنا البحثية ترد على شبهة طالما رددها أهل الخلاف إذ يقولون أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتقدون بتحريف القرآن الحكيم وشبهتهم هذه تنبني على فهمهم المغلوط لبعض الأحاديث الشريفة التي رويت عندنا فمثلا يقولون هذا هو إحدى تلك الأحاديث وهو ما رواه شيخنا الكليني في الكاف الشريف بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت هذا تمام الرواية يقولون هذه الآية الشريفة هي الآية 71 على ترقيمهم من سورة الأحزاب وعلى ترقيمنا الآية 72 وفيها قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ليس فيها ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فيقولون هذه العبارة أو هذه الجملة دخلت في وسط هذه الآية وأنتم ترون عن إمامكم أنه يقول هكذا نزلت فيقولون هذا الحديث الشريف أو هذه الرواية وكذا سائر الروايات الأخر هي تدل على أنكم تعتقدون بتحريف القرآن الحكيم ومع أنه واضح أن الأحاديث الشريفة في كتاب الكافي أو غيره ليس بالضرورة أن يؤخذ بها باعتبار أن هذه كتب أحاديث جوامع للحديث والروايات وليست كتبا تعبر عن العقيدة بمعنى أنها ليست كتبا ألفت لبيان العقيدة ليست كتبا كلامية ليست كتبا حجاجية وإنما هي كتب حديث ولكن مع هذا نقول إن هؤلاء المخالفين بسبب مستواهم العلم الهابط كما بينا أكثر من مرة أن لدينا مشكلة حقيقية معهم خصوصا في زماننا هذا أنه ليس عندهم علماء المستوى العلمي عندهم هابط جدا المستوى المعرفي عندهم هابط جدا مستوى الفهم عندهم هابط جدا مستوى العقل عندهم هابط جدا هذا عند علمائهم فكيف بعوامهم بسبب هذا المستوى الهابط فإنهم لم يفهموا هذه الروايات الشريفة وظنوا أنها يعني تبين وقوع التحريف في القرآن الحكيم والحال أن هذه الروايات لا تفيد ذلك وإنما تفيد كما المعنى إليه غير مرة حتى في هذه الجلسات جلسات البث المباشر في الأسابيع السابقة أن هذه الروايات إنما تنبئنا عن وقوع تحريف في ذلك التأويل للقرآن الحكيم الذي نزل من لدن الله العليم الخبير تبارك وتعالى بينا أكثر من مرة أنه ما نزل من السماء كان نص القرآن الحكيم ونصا آخر هو نص التأويل لآي القرآن الحكيم وهذا النص هو بمثابة الأحاديث القدسية ولكنه كان ملحقا بالمصاحف على ما سنثبته إن شاء الله تعالى حتى من مصادر أهل الخلاف ما فائدة ذلك التأويل الذي نزل من السماء فائدته هي هذه حتى لا يقع أي اختلاف في تأويل القرآن الحكيم في تفسيره لذلك نزل ما يشرح آيات القرآن الحكيم كذلك في هذا الثاني وقع تحريف القرآن الحكيم كما تبينه نفس الأحاديث الشريفة التي جاءت في كتاب الكافي الشريف ولو أن المخالفين استوعبوها جيدا وعلموا بأن الأحاديث أحاديث أهل البيت عليهم والسلام إنما يفسر بعضها بعضا كما أن آية القرآن الحكيم يفسر بعضها بعضا لما طرحوا هذه الشبهة مثلا أنا أطرح لكم أو أذكر لكم رواية من هذه الروايات التي تبين هذا المطلب أن التحريف وقع في هذا التأويل الذي سمي أيضا في لسان أهل البيت عليهم السلام بالتنزيل بعبارة أخرى التنزيل عندنا أعم من النص والمعنى الذي نص عليه أيضا هناك عندنا نص القرآن وعندنا معنى ذلك النص وذلك المعنى لأنه منصوص عليه أيضا فكلاهما يدخل ضمن عنوان التنزيل فالتنزيل عنوان أعم من النص والمعنى لدينا حديث في الكافي الشريف في المجلد الأول الصفحة 435 بسند الكلين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الكاظم صلوات الله عليه والحديث طويل يسأل محمد بن الفضيل الكاظم عليه السلام أنه ما المراد بهذه الآية ما المراد بهذه الآية فالإمام عليه السلام يجيبه من جملة ما سأله عنه قال قلت إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيله قال عليه السلام هذا نص الرواية بولاية علي عليه السلام تنزيله يعني كأن الآية نزلت هكذا إنا نحن نزلنا عليك القرآن بولاية علي تنزيله فهنا يسأل الراوي محمد بن الفضيل يقول قلت تنزيل هذا تنزيل نزل من السماء فلاحظ هنا ماذا أجابه الإمام عليه السلام قال نعم ذا تأويل قال نعم هذا تنزيل ولكنه ماذا؟ تأويل أي القرآن الثاني؟ لا نقول القرآن الآخر وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح حتى لا يختلط ما بين هذا التنزيل والتأويل لكن نقول هذا الوحي كله كان مقسما إلى التنزيل والتأويل نعم التنزيل هو هذا الذي نحن نتعبد به هذا القرآن المصحف الذي بين أيدينا والذي لا يجوز أن يتعبد بغيره يعني مثلا بالصلاة لا يقرأ سوى هذا القرآن لا يجوز لنا مثلا أن نقرأ الأحاديث القدسية في الصلاة نعم وإن كانت كلام الله عز وجل أيضا كذلك هذا هذا التأويل كما قلنا هو الوحي ماذا؟ الوحي التفسيري الوحي التأويلي الذي هو بمثابة الأحاديث القدسية ينزل منزلتها كذلك هذا لا يجوز لنا أن نقرأه في القرآن في الصلاة نعم صار واضح أعيد الرواية قلت إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ما المراد بها؟ قال عليه السلام بولاية علي تنزيلا قلت تنزيل قال نعم ذا تأويل والرواية كما قلت مطولة فيها الكثير من هذه العبائر الإمام عليه السلام ينص أولا على أنه هذا تنزيل ثم يوضح يقول نعم وإن كان تنزيلا يعني لماذا يقول هو تنزيل حتى يعطيك فائدة أنه هذا التفسير هذا المعنى جاء من السماء لا مو أنه نحن نفسر هكذا جاء من السماء نزل تفسير هذه الآية وتأويلها بهذا النحو من الله تبارك وتعالى أنه نعم إننا نحن نزلنا عليك القرآن بولاية علي تنزيلة يعني القرآن يشهد بولاية علي صلوات الله عليه هذا من السماء ولكن لا يذهب أن ظنك إلى أن هذه العبارة بولاية علي أو هاتين الكلمتين هما من نص القرآن الذي نحن نتعبّد به ولذلك الإمام عليه السلام يضرب فيقول ذا تأويل نعم وأن لا الفائدة من ذلك كما قلنا أنه لو أقرت الأمة بالنص بالتنزيل والتأويل لما وقع الاختلاف بينها وهذا ما يفسر أنهم يعني بماذا أو في ماذا وقع التحريف بماذا وقع التلاعب بالتأويل بالتأويل ولهذا السبب جاءت تلك الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله يقاتل على ماذا على التنزيل لأنهم رفضوا التنزيل أصلا رفضوا أصل نزول شيء من السماء نعم على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله فالنبي قاتلهم على ذلك بعد ذلك آمنوا بهذا التنزيل لكنهم ماذا كفروا بالتأويل قالوا لا ليس المراد بهذه الآيات كذا وكذا مما تقولون أنتم أهل البيت فمن قاتلهم عليه أمير المؤمنين عليه السلام وهذا المعنى ثابت في مصادرنا ومصادرهم على السواء وأنا أنقل فقط حديثا واحدا في بعض مصادرهم وهو ما أخرجه النسائي في الخصائص الصفحة ثمانية وثمانين والحاكم في المستدرك الجزء الثالث الصفحة مائة واثنين وعشرين وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة الجزء الثاني الصفحة ستمية وسبعة وعشرين وفي مسنده أيضا مسند أحمد الجزء الثالث الصفحة اثنين وثمانين عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله فرمى به إلى علي رضي الله عنه على ما هم يعبرون فقال إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر أنا قال لا أي خسيم قلتك قال عمر أنا قال لا ولكن خاصف النعل الذي كان يخصف نعل رسول الله وهو علي عليه الصلاة والسلام ولكن خاصف النعل يعني علي فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه معنا بشرنا عليا قلنا له رسول الله يقول أنت تقاتل على التأويل كما قاتلت أنا على التنزيل ما رفع رأسه لماذا هو يقول أبو سعيد الخدري يقول قد كان كأنه قد كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يعلم بذلك هذه الوظائف الإلهية المربوطة بالمعصومين عليه وسلم معلومة لدي فإذا شاهدنا من هذه الرواية الشريفة هو هذا الذي قلناه وهذا يفسر أنه أي رواية جاءت في مصادرنا فيها لفظة هكذا نزلت أو هكذا أنزلت ليس المراد أنه الآية بنصها نزلت هكذا فتدرج في القرآن في المصحف الشريف هكذا ومن ثم بعد ذلك تلاعبوا فحذفوا مثلا إسماعلي عليه السلام أو حذفوا مثلا تلك العبارات التي كانت تدخل في سياق آيات القرآن الحكيم ليس المراد هكذا المراد من قولهم عليه السلام هكذا أنزلت أو هكذا نزلت بملاحظة رواياتهم عليه السلام التي فسرت ما المراد بالتنزيل والتأويل المراد بذلك هو واضح وكما قلنا أنها نزلت الآية مع تأويلها مع معناها الذي نزل هو الآخر أيضا من السماء هكذا نزلت هكذا نزلت ولكن النص نص القرآن شيء ومعنى القرآن المنصوص عليه أيضا شيء آخر وهذا الأمر ليس فقط عندنا يعني لم ترد فقط الروايات بهذا المعنى عندنا أنه كانت هناك آيات هكذا نزلت فقط هذا أمر لم يقتصر على مروياتنا أيضا هو موجود في مرويات القوم أيضا مثلا أضرب لكم مثالا في تفسير السيوطي في الجزء الثاني الصفحة 298 وتفسير الشوكاني الجزء الثاني الصفحة 60 ينقلان هذه الرواية التي أخرجها ابن مردويه عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هل جملة أن علي مولى المؤمنين موجودة في نص الآية؟ لا موجودة فإذن كيف يقول ابن مسعود في رواياتهم يقول هكذا نزلت كنا نقرأ هكذا على عهد رسول الله المراد هو هذا أنه كنا نقرأ الآية مع تأويلها مع معناها في عهد رسول الله هكذا وهذا المعنى هذه العبارة أن علي مولى المؤمنين هذا الذي وقع فيه التحريف بمعنى أنه وقع فيه الجحود والإنكار فقالوا لا ليس المراد أنه هذه الآية ليس المراد بها علي عليه الصلاة والسلام فإذن النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها الآن أنه هذه الروايات التي ظاهرها تحريف القرآن الحكيم والتي فيها عباراتهم عليهم الصلاة والسلام وتعبيرهم بأنه هكذا أنزلت هكذا نزلت المراد بهذه الأحاديث الشريفة المراد بها وقوع التحريف أو الجحود أو الإنكار لذلك الوحي التأويلي للوحي التعبدي الذي هو نص القرآن الحكيم المحفوظ من التحريف والزيادة والنقيصة والمجموع بين الدفتين والموجود والمتواتر الآن بين يدي المسلمين وهذا الأمر يؤكده أيضا أو هذه النتيجة يؤكدها أعلام مذهبنا كالشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه أوائل المقالات الصفحة ثمانين يقول وقد قال بعدما ناقش الأقوال في تحريف القرآن وما أشبه انتهى إلى هذه النتيجة فقال وقد قال جماعة من أهل الإمامة أنه لم ينقص أي القرآن لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيلي هذا الذي بينا التنزيل والتأويل ولماذا يسمى التأويل تنزيلا كذلك لأنه بالأصل تنزيل لكنه تأويل معاني القرآن لا القرآن بنفسه قال ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز هو من كلام الله لكن ليس من جملة كلام الله الذي هو القرآن المعجز الذي نتحدى به الأمم ليس من جنس القرآن ليس من القرآن المعجز ليس من عين هذا القرآن المعجز وقد يسمى تأويل القرآن قرآن قد يسمى تأويل القرآن قرآن وهذا ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف يقول قال جماعة من أهل الإمامة يعني من الإمامية قالوا هكذا ثم يعلق على هذا القول ويأخذ به فيقول وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب إذن الشيخ المفيد ينفي وقوع التحريف في هذا القرآن في المصحف الشريف في القرآن المعجز وإنما يقول الذي آخذ به هو هذه النتيجة التي انتهينا إليها بالرجوع إلى نفس أحاديث أمة أهل البيت عليهم السلام والتي تبين وقوع التحريف في ذلك المعنى في التأويل في التفسير فإذن هذا الذي هو نحن نعتقد به فما يدندن به أهل الخلاف ودعاتهم وما أشبه أنه الشيعاء يعتقدون بتحريف القرآن هذا كله من شأه بلاهتهم وعدم فهمهم لتلك الروايات التي هي واردة عندنا وكم من مرة نؤكد وينطق علماؤنا بأنه لا نعتقد بتحريف القرآن لكن هؤلاء القوم يزعمون على تكرار هذه الفرية والحال أنهم أحقوا بها هم أحقوا بها لماذا؟ لأن عندهم روايات ظاهرة في التحريف أيضا ولا يمكن حملها على بعض المحامل يعني روايات من يقرأها يقطع بأنه القرآن محرف والعياذ بالله يقطع بذلك لكنهم مع هذا يتعامون عن تلك الروايات على سبيل المثال الروايات عندهم مقسمة إلى طوائف يعني كل طائفة ذات معنى وكل طائفة منها حملوها على محمل معين مثلا طائفة من الروايات عندهم حملوها على التأويل أيضا ولكن لا يقولون بأن هذا التأويل هو التأوين المنزل أو المنزل وإنما يقولون أنه هذه الروايات المراد بهالتفسير ولكن اشتبه البعض أنه ظنوا أنه الروايات هذه يعني تنبئنا عن وقوع التحريف في نص القرآن أعرض نموذجا من تلك الروايات في تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 31 يقول روا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حد تعبيره أنه كان يقرأ كان عمر بن الخطاب يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين ما الموجود في القرآن؟ ولا الضالين أحسنتم ولا الضالين فإشلون هذا يقرأ؟ وغير الضالين هذا تحريف بدل حرف لا بحرف غير أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين يقول وهذا إسناد صحيح حتى لا يأتي أن أحد يعني ابن كثير يعلق يقول وهذا إسناد صحيح حتى لا يأتي أن أحد ويقول لا الرواية ضعيفة ولا نأخذ بها إلى آخره لا يقول وهذا إسناد صحيح وكذلك حكي عن أبي بن كعب يقول أيضا أبي بن كعب كان هكذا يقرأ وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك طيب ماذا نصنع الآن يا ابن كثير؟ المصحف الذي بين أيدينا والآيات التي بين أيدينا تقول فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما فيها وغير الضالين وإمامك عمر وإمامك الآخر أبي بن كعب هكذا كان يقرأان فكيف الفرار من هذه المشكلة؟ قال هو يعلق يقول وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير يعني كان عمر بن الخطاب جالس مثلا يخطب وكذلك أبي بن كعب مثلا أو في حلقة علمية فهو قرأ هكذا حتى يفسر يعني أنه ترى ولا الضالين يعني وغير الضالين ولكن هذا أيضا من بلاهة ابن كثير ومن كثرة غفلته وعدم فهمه أيضا هو ذو مستوى هابط علميا ومعرفيا لأنه لا يمكن حمل هذه الرواية على هذا المعنى لماذا؟ لأن عندنا روايات أخرى عندكم تروونها وفيها أن عمر بن الخطاب في الصلاة كان يقرأ هكذا في نفس الصلاة يعني حينما كان يصلي ويبدأ بفاتحة الكتاب كان يقرأ وغير المغضوب عليهم وغير الضالين فهو في الصلاة يريد أن يشرح ويفسر في الصلاة يريد أن يؤول في الصلاة أنت مأمور بأن تلتزم بالنص لا أن تضيف إليه شيئا أو أن تنقص منه شيئا حتى تشرح للآخرين معنى الآية لا يحق لك ذلك لاحظوا مثلا في كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني يعني ابن أبو داود صاحب السنن في الصفحة 146 يروي بسنده عن أبان ابن عمران النخعي قال قلت لعبد الرحمن بن الأسود أحد محدثين معروف إنك تقرأ صراط من أنعمت عليهم هذا ليس صراط الذين أنعمت عليهم صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين شلون أنت تقرأ هكذا فقال حدثني أبي وكان ثقة أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فسمعه يقرأها إذن عمر كان في صلاته يقرأ هكذا كذلك أيضا يروي يقول حدثنا عبد الله إلى آخره السند عن الأسود عن عمر أنه كان يقول مالك يوم الدين وكان يقرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين هذا في الصلاة وأيضا يروي عن إبراهيم عن الأسود وعلقما أنهما صليا خلف عمر فقرأ بهذا فإذن كان الرجل الذي هو عمر في صلاته يقرأ هكذا فكيف يقول ابن كثير أنه محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير فالصلاة لا يكون هو في مقام التفسير يكون في مقام التعبد ثم إن أعرضنا عن هذه الطائفة من الروايات وحملناها على هذا المحمل فكيف نحمل هذه التي تأتي على هذا المحمل لا يمكن اقرأ ما يخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصبح 396 عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما على تعبيره في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال ابن عباس أخطأ الكاتب الذي كتب هذه الآية في المصاحف أثبتها في المصاحف أخطأ لماذا؟ يقول حتى تستأذنوا مو حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها يقول هكذا هو النص اللي نزل في القراءة وهذه الرواية أيضا صحيحة الحاكم صححها قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأيضا وافقه الذهبي في هذا التصحيح في كتابه التلخيص أيضا نقرأ في تفسير الطبري أيضا بسند صحيح في الجزء الثامن عشر الصفحة مئة وإحدى وثلاثين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها مو حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها هنا هذا نص في وقوع التحريف في وقوع الخطأ في القرآن أن الآية الحقيقية هي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها وليس حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لا يمكننا أن نفسر الروايات هذه ونقول أنها محمولة على وجه التفسير أنها صدرت على وجه التفسير لا لأن ابن عباس ينص يقول خطأ من الكاتب الكاتب الذي كتب المصحف أخطأ وهناك رواية أخرى أصعب من يعني هاتين الروايتين نجدها أيضا في تفسير الطبري الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة عن الأعمش قال قرأ أنس هذه الآية أنس بن مالك أحد صحابتهم قرأ أنس هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ و يقول وأصوب قيل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول وأصوب قيل صدق زين فقال القوم حتما لو أنت كنت مع القوم كنت اعترض عليه فقال القوم يا أبا حمزة كنية أنس بن مالك يا أبا حمزة إنما هي وأقوم مو وأصوب فشوف هذا الخبيث ماذا يجيبهم فقال أقوم وأصوب وأهدى واحد شنو الفرق يعني كل واحد طبعا عذر أقبح من ذنه ولكن هم يأتي المخالف هم يأول هم يحاول أنه يحمل هذه الرواية على معنى ماذا يقول هذه الرواية محمولة على تعدد القراءات وإحنا عندنا رواية طبعا نسبوها كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه يقول القرآن نزل على سبعة أحرف فهذه إحدى القراءات يعني يجوز لك أن تقرأ وأقوم قيلة يجوز لك أن تقرأ أيضا في قراءة أخرى من السبعة تقول وأصوب قيلة أو تقول وأهدى قيلة وهكذا هكذا حملوها على ماذا على تعدد القراءات أو على السبعة أحرف وطبعا هذا الأمر سيدنا الإمام الصادق صلى الله عليه رده كما نجد في هذه الرواية الشريفة في الكاف الشريف عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف إلى الآن المخالفين يعتقدون بذلك معلسف فقال عليه السلام كذبوا أعداء الله كذبوا وكل من يعتقد بأن القرآن نزل على سبعة أحرفين هذا من أعداء الله لذا لا ينبغي أن ينكر علينا حينما نقول قال العدو نعم هو عدو على الأقل بمختضى هذه الرواية لأنه يعتقد بأن القرآن واقعا محرف واقعا محرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد تبارك وتعالى القرآن نزل بحرف واحد من عند الواحد ما نزل على سبعة أحرف كما يزعمون أي على سبعة قراءات هناك طائفة أخرى من الروايات ظاهرة عندهم بل صريحة في وقوع النقصان في القرآن الحكيم كتلك الروايات التي اختلقتها عائشة في شأن رضاع الكبير روا مسلم في صحيحه في الجزء الرابع الصفحة 167 والنساء في سننه في الجزء السادس الصفحة 100 والدارم في سننه في الجزء الثاني الصفحة 157 وابن حبان في صحيحه في الجزء العاشر الصفحة 36 وغيرهم رواوا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا صار نسخة بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن حتى تثبت أنه هذا بالخمس المعلومات ما صار نسخ توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن في سنن بن ماجة في الجزء الأول الصفحة 626 وفي مسند أحمد الجزء السادس الصفحة 269 رواية عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشر ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها دخلت السخلة وأكلتها ماذا يفعلون مع هذه الروايات الصحيحة عندهم عن عائشة في أن القرآن منقوص الآن ما عندنا لا خمس رضاعات يحرم ولا عشر رضاعات يحرم شنسوي قالوا ها هذا هم محمول على نسخ التلاوة طيب عائشة تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ في القرآن يعني يقرأ تقول إيه يعني قصدها أنه كان ما زال الناس ما وصل إليهم ما بلغ إليهم أنه قد نسخت هذه الآيات نسخة تلاوة فلذلك كان بعض الناس ما زالوا مشتبهين يقرؤون القرآن هكذا أولا هذا تأويل بعيد جدا عن صراحة اللفظ الذي جاءت به عائشة هذا أولا ثانيا أساسا تعال ثبت العرش ثم نقش أساسا هل هناك نسخة تلاوة في القرآن أم لا هذا أساسا مو صحيح وهذا فيه بحث مفصل أنه أصلا ماكو عندنا شيء اسمه نسخ تلاوة نحن نناقش أصلا في نسخ آية بأخرى في نفس القرآن فكيف بنسخ التلاوة قد يقول واحد أنه القرآن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها فإذا ثابت النسخ نقول لا أنتم أصلا فهمتم تأويل هذه الآية خطأا فهمتم تفسيرها خطأا المراد بهذه الآية ردا على اليهود أن القرآن ينسخ آيات التوراة ينسخ الكتب السالفة لأنه في نفس القرآن يقع نسخن نعم سمعت شيخ أن نبين تناول موضوع عائشة بتفصيل أكثر بس لأنه فيه إخوان على الخط إذا فتحتم باب الاتصالات ما رح أقدر أكمل الورقة البحثية واضح على راحتك إذا تريد تكمل خلي بس أكمل هذا المطلب الأخير وبعدين أفتح البحث إن شاء الله خلي الأخوة شوي يتحملونه فإذا على يتحال هذه الروايات عن عائشة صريحة في وقوع النقصان في القرآن الحكيم لا يسوغ حملها على نسخ التلاوة لماذا هنا نكتة لطيفة القرآن متواتر وشائع كان في عهد من يسمى الصحابة يعني كانوا يعرفون فإذا كانت هذه آيات قد نزلت حقا آيات رضاع الكبير عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات هذا ينبغي أن يكون له من الشيوع والظهور بحيث لا يتوقف ولا ينحصر العلم به بعائشة لا ينحصر بعائشة والحال أننا نجد هذا الأمر محصورا بعائشة منحصرا بها هي الوحيدة التي تدعي أنه هكذا آيات نزلت وهي الوحيدة التي تدعي أنه هكذا آيات قد نسخت وهي الوحيدة اللي رضعت لا مو الوحيدة أكثر من واحدة من أخواتها أم كل ثم هي اللي بدت كنا يرضعنا الكبير فعلى يتحال هل لكم أن تثبتوا أولا وقوع أو أن هنا تواترا وشيوعا لهذه الآيات المزعومات حتى نستطيع أن ندعي وقوع نسخ التلاوة لها أساسا هي غير ثابت فإذن النتيجة من هذا كله ما هو؟ واحد من أمرين إما أن تأخذوا بكلام عائشة في هذه الروايات فلابد لكم من أن تعتقدوا بوقوع النقصان في القرآن الحكيم وإما أن تكذبوا عائشة وتفضون خلص كافي عائشة كاذبة وهي في النار انتهت يعني نزهوا كتاب الله تبارك وتعالى من أكاذيب عائشة ثم عندنا روايات أخرى صريحة أيضا في وقوع الزيادة في القرآن الحكيم طبعا وقوع النقصان هم عندهم أحاديث كثيرة وصحيحة مثلا عن ابن مسعود فليراجعهم بعد أنا ما عندي وقت حتى أنقل مصادر أنه ابن مسعود كان يحك المعوذتين سورة الفرق وسورة الناس يقول ليستا من القرآن والأحاديث في ذلك صحيحة وابن حجرهم العسقلاني في فتح الباري الجزء العاشر صبح ثرثمائة وخمس وسبعين يرد على من رد هذه الأحاديث ويقول أنها غير صحيحة يقول هي أحاديث صحيحة ولا يمكن أن نطعن بها ولابد أن نؤولها بتأويل ما هو يقول يقول الطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الرواية صحيحة هذه التي عن عبد الله بن مسعود في أنه كان ما يؤمن أنه المعوذتين من القرآن بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل فهنا عجب يسمح لكم بأن تؤولوا الروايات الصحيحة عندكم الظاهرة في التحريف بل الصريحة في التحريف ولا يسوغ لنا أن نؤول الروايات التي عندنا وهي ظاهرة في التحريف ولو أرجعناها إلى باقي روايات إمتنا عليهم السلام لعرفنا المراد لما تسمح لنفسك بأن تؤول الروايات التي عندك ولا تسمح لي بأن أول والحال أني أرجع الروايات إلى نفس الروايات تبقى تبقت الطائفة الأخيرة من تلك الروايات عندهم وهي الروايات التي فيها صراحة في الزيادة في القرآن مثلا هذه الرواية في تفسير الطبري الجزء الخامس عشر الصفحة مئة وأربع وسبعين يقول قال النحاس وفي قراءة ابن مسعود إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أكو عندنا في نص الآية أنثى ما عندنا نعجة أنثى عندنا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ما عندنا نعجة أنثى أما في قراءة ابن مسعود يقول ماذا نعجة أنثى فهي زيادة صريحة في القرآن الحكيم ماذا يفعلون بهذه الروايات فإذن هم الأحق بأن يتهموا بتحريف القرآن والإنقاص منه والزيادة فيه أما نحن فكلام وإمتنا عليهم السلام واضح وهم يدافعون عن القرآن دائما وإنما هذه الروايات التي فهمتموها خطأا بسبب الجهل وعدم التدقيق وعدم معرفة إصطلاحات ولسان الأئمة عليهم السلام هذه الروايات لا تنسب وقوع التحريف إلى نفس القرآن وإنما إلى معناه وتأويله أحسنت سماعت الشيخ وهذا السؤال راح نوجه إن شاء الله للمخالفين خلال أكثر من ساعتين إن شاء الله اللي عنده استفسار أو اجتباه على الكلام اللي تفضل فيه سماحة الشيخ عليه الاتصال وإحنا على سماحة الشيخ هنا يعني تلقى أي اتصال وأي استفسار برحابة صدر ويرد عليه إن شاء الله فعندكم ساعتين يا المخالفين والبكريين الوهابية أي واحد يبي يتصل حياه الله